إلى قطاع الفلاخة حقق فلحو منطقة أولاد علي بولاية السعيدة انتاجاً وفيراً في مدى اليقطين الأصفر الجزائري كما ادخلوا تجربة جديدة في زراعة اليقطين الأخضر التونسي والذي اللقي يقول نجاحاً بالمنطقة غير نسوى تخزين وتسويق هذا المنتوج أدى إلى ضيع تقرير تحولت واجهات المساكل لبعض المواطنين بقرية ولاد علي بولاية السعيدة إلى أمكن لتخزين مئات القناطير من مادة اليقطين أو المعروفة محلياً بالكابوية فرغم الإنتاج المحقق في الخضروات بهذه المنطقة منها اليقطين إلا أن انعدام طرق التخزين أصبح يهدد الفلاحين بخسارة منتوجه فلدى هذا الفلاح مثلاً يوجد أكثر من 200 قنطار من اليقطين الذي يتعرض للرمي يومياً بعد التلف الذي لحقه لسوء تخزينه فلنحول فيها وقعد أضع لبرك برد ما يشاوي التسومة والله سومة وقعد أقضيها كنت شوش تلقائس من الديت والله يامس كامي وقبيل كامي قشتن في الواد من الناس برد لكم تشوف في هذا الانتاج هذا المقص هنا مولا حولها من القرعة وحطها هنا وراه قاعد نشوف فيها ركشوف فيها قاعد يخمش فدعوة الفلاح لخدمة الأرض وتطوير الانتاج سياسة لطالما ترددت في الصالونات المغلقة لكنها لم تخرج لتلامس واقع الفلاحين لتبقى مجرد حبر على ورق يقول فلاح منطقة لا دعلي بيسعيدة الذين حققوا انتاجاً بجودة عالية لكنه بقي رهن مشاكل التخزين والتسويق اشتركوا في القناة